يا رب دايما وأبدا تكونوا بخير وبالتوفيق يا رب دايما وأبدا هنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها Nutrition in Health and Disease Nutrition طبعا في الديزيز دات اللي أولا اسمها Dietetic و Nutrition في الهيلز اللي هو الأكل الطبيعي اللي حنا نكلها بنكله طيب ابدأ أول حاجة معاكوا في الكلام ويقولوكوا يعني إيه أصلا اللي هي Require من اللي احنا محتاجنا وقبل ما يتكلم عن Nutrition بيتكلم الأول عن Energy أو الطاقة ما ده في الأخر الهدف بتاعنا من التغذية اللي حنا نكلها طيب الطاقة الهدفこ حدتها وحدة قياسها الكالوري فإليك إيه هو Caloric requirement يعني هو نفس ركت إيه energy requirement لكن هو عيزها بالكالوري عيزك تسيادتك تقوله لي بالكالوري طيب 3200 كالوري كل يوم للريفرانس من يعني لو انتسيادتك الرجل اللي هو ينطبق عليه القوانين بتاعتنا اللي تخليه الريفرانس من بتاعنا يعني كما قال التعريف سيادتك تاخد 3200 كالوري كل يوم ونفس الكلام فيه برضو تعريف للبنت ريفرانس ومن لو انت برضو ريفرانس ومن تاخدي الفين و امتين كالوري طيب ليه هو مش هدد قوي على كلمة الريفرانس دي لان في عندنا سيتيوشنز كتيرة جدا احنا مش كولينا واحد فهيبدأ يكلمت بعد كده بالتفصيل عن كل سيتيوشن تزود وتقلل الكالوري بمعدل قد ايه طيب يقولك اول حاجة طبعا ايه هو الريفرانس من وايه الريفرانس ومن الريفرانس من واحد وزنه 65 كيلو وسنه 25 سنة بيعيش في حاجة اسمها الانيول انفيرومنت تنبريتشر او اللي هو المين انفيرومنتل تنبريتشر 10 درجة سليزي بيشتغل 8 ساعات في اليوم وغالبا بيبقى واقف والريفرانس ومن 55 كيلو يعني ريفرانس ومن احط نفس تعايف المان بالزبط انه بس بدل ما خلي وزنه 65 كيلو بقى 55 كيلو ييجي سؤال بقى منطقل طب لو انا وزني 45 طب لو انا وزني 70 وهكذا طيب وبناءا عليه بدأ يتكلم معنا عن اللي بتأثر في حوار الكالوريك اللي احنا محتاجين مبدئيا في حاجتين مهمين لما بيزيدو بيزيد يعني بتزيد احتياجنا للكالوري بيزيد احتياجنا للحاجة اللي بتطلقنا طاقة بنحتاج طاقة اكتر طيب ماي الحاجتين دولت اولا لما ساتك وزنك يتقلم حاركتك وانت خفيف غير حاجتك وانت تقيل فبتقي لما وزنك يكبر او جسمك يكبر وزنك يتقلم سياتك محتاج حركة الحركة تتبقى اصعب شايفة محتاج طاقة اكبر محتاج كالوري اكتر علاقة ترضي طيب نقطة رقم اتنين الفيزيكال اكتيفتي واحد يقول لك ده بيحرق كتير ده بيتحرق كتير يقول لك محتاج طاقة يقول لك مثلا ده بيلعب كورة بقاله مسلا انت اربع ساعات ولا خمس ايام فقولنا بيلعب معيش يأكل شوية عشان خاطر ايه يارف يلعب في الموتش كويس فاحنا مؤمنين هو في يومنا الطبيعي ان لو ساتك بتعمل مجهود كبير تاكل كتير فالفيزيكال اكتيفتي نفس الكلام علاقة ترضي جميل يجي يقول لك بيحرنا ايه الكالوري لكل كيلو في اليوم اربعين لو انت ريفرنس من وتلاتة وتعاتين لو انت ريفرنس اومن الجملة مش مهمة قبل طيب السن ودي بقى مهمة السن علاقة عكسية بحنا حتى الان اتكلمنا عن الويت والفيزيكال اكتيفتي علاقة ترضي الاج علاقة عكسية لما سيادتك عمرك بيكبر بتعجز سيادتك تمام سنوة الحياة فانت بتعجز الفيزيكال اكتيفتي اللي هي حركتك اصلا بتقل ووزنك او الباديويت بتاعك بيقل طب ولما دين دول يقل له سيادتك بتحتاج كالوري اكتر فلما سنك يزيد الكالوري من تتقل فييجي هنا بقى يبدأ معاكل الحياة من اولها يقول لك اول ما سيتك تتولد اول ستة شهر من حياتك او من عمرنا يعني بنحتاج مية وعشرة كالوري لكل كيلو جرام في اليوم وبعد كده يفضلوا يقلوا 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 لحد ما وصلوا ل 40 كالوري كل كيلو جرام في اليوم لما نبقى أدلت ايه حكاية بقى الكلايمت كلايمت طبعا معناها اللي هو التقصة حاولين اخباره ايه فالتقصة حاولين ايه اما الدنيا حر اما الدنيا برت فلما تبقى الدنيا حر يعني درجات الحرارة بتزيد علاقة عكسية ساعتها الريكوايرمنت تتقل والعكس طيب الاخبار ايه بقى الرقم كام والله يقول لك لو الدنيا عندك الحرارة بتقل يعني ده برت سيادتك تزود الريكوايرمنت تتة في المية ولو الدنيا عندك حر يعني درجات الحرارة زادت سيادتك تقلل خمسة في المية طيب فلما احنا بنقلل بتبقى أكتر واحنا بنزود بتبقى أقل لو بتلغبطوا فيها عايزين تحفظوها واتلغبطين في تتة في المية وخمسة في المية نزول السلم اسهل من طلوع السلم ففي نزول السلم بيبقى خمسة رقم كبير انما في طلوعه بعشرة طلعا اكتر من تات سلمات وانهج طيب اكسترا نيدز في حالة الجروث يعني سيادتك دلوقتي وانت بتن وانت لسه عائل صغير وانت أدولسنس وانت حامل وانت بترضعي واحنا ناس كبار جدا في السن ودي اهم حتة في الامسي كيو بيحبوها او بتيجي كتير فأول حاجة الشايلدهود وانت عائل صغير يقول لك حسب بقى سنك ووزنك من سنة من سنة 2.3 1997 من 12 سنة ل 18 سنة وهنا بدأ يتكلم مع جمه بالارقام الميل احنا كنا بنقول لان ها تقوم بتتلف همتى لا خلالية تتلف وستمائية وعلة 260 بدر 200 فالبريجنانسي نزود 300 كالوري كل يوم عن الرفرانس في ميل نزود عليها 200 ولكن ده من بعد الثاني ودي مهم طب والاكتيشن في ام كده حملت او ولدت يعني او حتى موجدتش وبتردع ساعتها بمنته البساطة بتزود 650 كالوري في اول ستة شهور وبعد كده اسم الخمسين تبقى خمسة وعشرين فخمسة اتنين خمسة اتنين خمسة في تاني ستة شهور من الرضعة والاقدر لي ودي اكتر حاجة بيحبوها ولو قد بيحبوها ليه بتيجي ازاي بالزبط في سؤال يقولك لو انت عمرك 51 سنة فانت محتاج 2300 كالوري لو انت ولد ولو انت بنت فتبقى 1800 وتقلل 200 كالوري للشخص اللي عنده عشر سنين بعد الستين بالراحة بقى عشان نشوف باسه ام ستة شهورك ازاي يقولك واحد عنده 61 سنة اخبار الكالوري بتاعته ايه فتيجي سيادتك انت حافظ ان هو الواحد وخمسين بيبقى 2300 وكل عشر سنين بعد الستين هقلل 200 فتقوم جاي سيادتك تقول ليه تقول لي هو مفوضي بقى 2300 عشان هو ميل وهيبقى 61 سنة يعني عشر سنين بعد الستين يبقى ام نقص 200 فيبقى 200 طيب ام ما لقيت لك اترجعش انا وقال لك واحد وستين ممكن يقولك طيب تسعة وخمسين تسعة وخمسين ودي بيحبه اكتر تسعة وخمسين يبقى هو اصلا مش اكتر من ستين يبقى هيبقى زي الواحد وخمسين عادي خالص دي 200 ويقعد يلعب بقى في حتة دي ومرة يلعبها لك انها ميل مرة يقولك انها ايه في ميل طيب نيكي بعدك يقولك لو انت عندك باثولوجي عندك مرض ايه رأيكو ايه رأيكو مسلا واحد عنده مرض الجسم مبايز وبيحاول يعمل حرب وبيدفع عن نفسه محتاج طاقة اكتر او طاقة اكتر طبعا طيب نيجي بعكال حاجة اسمها نبني بقى الشخص هيكل ايه بالزبط خطوة بخطوة طبعا فيها شوية كلام ملوش لازمة وفيها كلام مهم جدا عشان امسكيه طيب اول حاجة لازم تسابتك تبعامل حسابك ان الوجبة الغذائية بتعتمد ان كل يوم لوحده لوحده ما ينفعش تجي سيادتك اقولك مثلا ما فوت تاكل مثلا اربع معلق رز تقوم وكيل اتنين النهاردة وتقول لي اصلها قوض بكرة واكل ستة ما ينفعش كل يوم يعتبر نيوترشن يونيت لوحده طيب وبعدك يقولك خلي بالك بقى هي حامل ولا ولا بتردع ولا ولد ولا بنت ومشي كلام في الفضل انما المهم عندي ايه بقى ان ستك تبقى عارف ان احنا عندنا الاكل بروتين وكاربوهاديت وفات ده الاصل في الاكل فالطبيعي ان احنا بنجيب اول حاجة البروتين وبعد كده الفات والكاربوهاديت نكمل بهم الطاقة يبقى اصل الاكل واحد عايز يبقى ياكل في قوم جايلك مثلا محتاج مثلا النهاردة تتلاف ومتين كالوري طاقة بجيبهم من اكل تجيبهم من البروتين الاول وبعدكها تكمل خلصت كده احتاجك من البروتين تكمل باقي الطاقة اللي انت محتاجة من الكاربوهاديت والفات وفي عنصرين مهمين جدا بيتحطوا في الاكل كده وخلاص لانهم مهمين جدا وكنا اخدنا قبل كده ان في منهم حاجات للاسف بتبقى دايما بيحصل فيها اشهر انواع الديفشنسي هي الفيتامينز والمينرالز عشان كده سيادتك تاخد بروتين وفيتامينز والمينرالز خلصت كفايتك كمل بالباقي كاربوهاديت والفات طيب زي ما تكون سيادتك بتلون مسلا بلون الاحمر الاحمر خلاص خلاص لون باللازر لون بباقي الالوان اللي معاك بس المهم تخلص الاحمر لون هي دي الفكرة ويقولك لهم تقسم اكلك 30% 40% 30% يعني تاكل في فطارك 30% من الاكل المفهود تاكله 40% في الغدا شان الغالة تبقى وجبة جبيرة شوية وفي العاشة تاكل 30% ماشي خلي بالك من طريقة الاكل او من الهابتس ذات نفسها يعني ايبقى الهابتس ديتري هابتس يعني يجي يقولك اصلا متعود دايما بعد ما خلص الغدا او مضرب كوباية شاي او يقولك انا متعود دايما اول مصح من النوم او مضرب غدا ما بافطرش ما بافطر ده بتاع الناس اللي اللي هاتوتو انا بتغد على طول فدي كلها حاجات اسمها ديتري هابتس وطبعا دي كلها حاجات غرط طيب بعد يقولك لازم تغير في الاكل تنوع يعني مثلا نهارا ناكل سمك بقى ناكل فراخ بعد ناكل لحمة ما هاكلهم فيه بروتين ما فيش مشكلة انها ما تنوع ويجي في اخي يقولك لازم تاكل كويس لازم اقصد الاكل يكون مطبخ كويس ويقولك لو انت عندك ناصف حاجة مشكلة نعمل لك حاجة اسمها المفروض الواجبة دي توزع في المدرسة على عيال عندي انا في الكويت كان اه في واجبات بصراحة وكان بتبقى حلوة جدا وكان بقى فيها شوكولاتات وحاجات لازيزة بصراحة فالمفروض ان في عندنا حاجة اسمها ما نعرف ان العيل مش موجود في البيت معظم اليوم فبالتالي بقوم حطط له كده ايه واجبة صغيرة كده تمشي الدنيا لحد ما يرجع البيت طيب ده كده حداشر خطوة عشان خطوة تبقى عارف سيادتك المفروض تعمل الاكل ازاي والكرام ده كله وتأكل ازاي ودول الكرام في الفاطح بيجيجو بس MCQ يعني يجيجو لك ويجيجو لك اصلا بريكفاست 40% دي غلطة وهكذا طيب بعد كده يبدأ يقسم لك الدنيا بناء على الاكل نفسه ايه يعني احنا قبل كده اخذنا كمة معناها العدد اما كوالي معناها النوع اكل ايه بقى فبيقول لك خلي بقى لك ان في عندنا تات انواع من الاكل في حاجة اسمها bodybuilding من اسمها دي حاجات هيبقى فيها بروتين كتير وحاجات اللي هي نمع عضلات وجودة في protected food ودي مهمة جدا عشان خاطر نقص فيها دايما بيقلب بامراض وفي عندنا energy food ودي اللي بتجيب لك طاقة سيادتك اكتر حاجات بتطلع طاقة طيب بيقول لك غالبا اقل حاجة اربعة serving من كل نوع من الانواع دي طب يعني ايه كلمة serving بصوا اللي هو هي طبعا للاسف كلمة serving كلمة مطاطة شوية بس بمنطهة البساطة لو عايزين نتكلم عنها هكا ايه هي واحدة قاس واحدة قاس زيها زي مثلا المايكرو المتر السنتيمتر ايا كان مشكلتها بس انها تتغير مع تغير الحاجة اللي انت بتقسل يعني لو قلتلي مثلا تمانية serving للمية يبقى تمان كبايات مية لو قلتلي مثلا اربعة serving للرز يبقى اربعة معلق رز فبقت بالمعلقة مش بالكباية فكلمة serving معناها بالحاجة بالواحدة بس الواحدة دي تعتبر ايه بقى حسب انت بتقس ايه فبقى لك انت قال حاجة اربعة serving من كل نوع الانواع دي طيب الbody building حرف الام milk و meat منتجات الالبان بقى والجبنة والكم ده كله واللحمة والفراخ والبيض milk و meat طيب الاتنين بيجيبوا بورتين ده اسمها body building ده اسم بورتين انما تاخد بالك ان منتجات الالبان بيجديك كالسيا مورايبو فلافين انما منتجات الحوم والكلام الجميل ده كله ديك الفيتامين بي والايرن و دي مهمة ايرن وفيتامين طيب هم يدي دي كمان فوسفرس بس انا عايز اكتر الايرن والفيتامين بي البروتكتف بمنتهى البساطة الفروتز والفيشتابلز الحاجة اللي ممكن تكونها عمال على بطال فروتز والفيشتابلز طيب ودول بيدوني ايه بيدوك اهم من قطينات عليهم وانا بتكلم من خمس ثواني كنت بقولوكم ان الفيتامينز والمينرالز هم اكتر حاجة لما بتنقص بتعمل مصايف في الجسم فاحنا بنتجمع على بروتكتف فعايز احميك فاديك فيتامين ومينرالز فهو الفروتز والفيشتابلز دول بيدوني ايه بيدوني الفيتامينز والمينرالز طيب الانيرجي فود بمنتهى البساطة الانيرجي فود هي الشوجرز الفات مش احنا اتفقنا ان انت لما تلاقي نفسك اخدت كفايتك من البروتين كطاقة وعايز تكمل باقي طاقة تقوم من جديد نفسك كربوهايديت وفات طيب الانيرجي كربوهايديت وفات الكربوهايديت في منها انواع كتيرة واشماء كتيرة واشكال كتيرة من ضمنها السيرلز اللي هي الحبوب زي اللي هي الكونفليكس والحاجات دي وفيه شوجرز والحاجات دي كلها بتدي اهم حاجة كربوهايديت وبتدي كمان ايرن وفيتامين بي زي يمين زي اللحمة يبقى اللحمة والحاجات بتاعت الكربوهايديت والشجرز وكلام ده بيدي ايرن وفيتامين بي طيب في عندنا حاجة اسمها فات وويل طبعا احنا عارفين الفات والويل دايما بيتحسب مع الفات اللي هو الزيوت يعني الفات دايما تيديك فات اسد ده بديه يعني والمهم اول ما تتنساش تيديك حاجة اسمها فات سيوليبل فيتامينز احنا الفيتامينز عندنا هتتاخد في النظر بالتفصيل buoy attribute ان شاء الله في الكتاب التاني الفيتامينز نوعين فات سيوليبل وواتر سيوليبل فاي حاجة fat soluble vitamins دي تتطبر ايه معنا في الفات طيب بعد كده في عندنا حاجة اسمها الهرم الغذائي وده مهم مهم جدا كمان ممكن يجي في الامسي كيو مثلا الهرم نفسه ما جاتش قبل كده بس ممكن تيجي ممكن يجي يقولك بس مثلا القاع اخباره ايه او القمة اخبارها ايه طيب فدايما القاع هو الحاجة الكبيرة حاجة بتتاخد منها كتير اكتر حاجة بتتاخد كسيرفينج هي الميا تمانية سيرفينج طيب قمة الفوق انت بقى اقل حاجة بتتاخد اقل حاجة بتتاخد الحاجة اللي هي ملاش لازم هيقول في اكلنا يعني اللي هي مين اللي هي السويتس مسلا اللي هي الفاتس دول اخطر حاجة طيب هو بقى كاما قسمهولك بقى بالتفصيل دولك اربعين في المية من السيرلز اربعين في المية من الفروتس والفيشتابلز عشر في المية من الميلك وعشر في المية من الميت اللي هو ما الحرف الام اللي هو البادي بيلدن عشر في المية وعشر في المية وتمانية سيرفينج ووتر واربعين من الفروتس والفيشتابلس واربعين من السيرلس طب وليسويتس أخبارها إيه؟ حطها فوق هي والأويل يعني لما خدش منهما لسيرفينج هيبقى أحسن وأحسن طيب نيجبا نتكلم على الأسسمنت أنا بقى دوقتي عايزة أقول إن الشخص ده بياكل كويس أو بياكل وحش بمنتهى البساطة لازم يكون عندي في حاجة اسمها دايركت وإن دايركت دايركت يبقى حاجات بتقسع طول ودايركت دي أصلا عنوينها هي عنوين تشخيصك لأي مرض في الدنيا يجي لك عيان العيادة فتقم قعد معاه ويقول لك أنا عندي كذا 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 يا دكتور فتاخد منه الهيستوري تقول لك حصل لي كذا كذا وبعض كي يقول لك طب انت تقاطي حاسب إيه حاج تقول لك أن حاسب كذا وكذا وكذا وبعض كي يمكن سيتك تعمله بقى اللي هو بايو كيميكال اللي هو تقديل معامل يعمل التحليل وفي الآخر تقوم ديو تريتمنت ده الطبيعة بتاعنا في العيادة فهو حاجة شبه الليلة دي كده اسمها direct investigation طب وإن direct ان direct بقى أنا عايز أخذ منك كلام ما يكونش بناء يعني ما بسألكش أخبارك إيه كتغزية إنما حاجات لما أشوف أخبارها إيه أعرف أن تبتأكل كويس ولا كمثال واحد أنت عارف أنه وفقير هيكون بيأكل كويس نأ ما هو فقير أكيد هيكون بيأكل وحش هما متجمعين كلهم في كلمة سناء أو في اسم سناء الـ S اللي هي social economic والـ N حاجة اسمها nutritional knowledge واحد أصم مش عارف الأكل بيتأكل إزاي حيكون بيأكل كويس إزاي وحرف الـ A حاجة اسمها availability للفوت وحرف الـ S برضو حاجة اسمها statistical data اللي هو الناس في القرية دي بيموتوا كتير بيصابوا أمراض كتير ده يعرفني ساعتها أن الناس دي نبتأكلش كويس عشان كم عندهم مش منع اللي هو الجو الأمات اللي هو أنت بتأكل كويس عشان يجرب عندك منع كويس اسمها sheet وده المهمين بقى جدا السيرفي اسمه dietary survey والشيت وده اسمه أهم بالنسبة لي الفوت بالانس sheet عند ده ده في المهن هككله فيه two sheets تمام؟ هنتكلم عن الشيت تاني بعد شويتين تلاتة كده فعندي dietary survey وظفته أو إيه اللي موجود في السيرفي ده بمنتهى البساطة بيشوف أخبار الأكل إيه الناس بتاكل قد إيه وبتاكل إيه بس كده شكرا ده السيرفي إنما الشيت لا ده الشيت بيتكلم أنه كل واحد ده كل واحد بيأكل قد إيه فالشيت بيتكلم فرض بفرض السيرفي غرض إنه أجيب أشوف الناس كلها أخبارها إيه على مستوى الجروب مش على مستوى الشخص طيب السيرفي يقولك فيه نقطين النقطة الأوانية لازم يكون فيه كده خانة كده سيادتك بتاكل وبادي بيلدين ولا والحاجة التانية لازم بمنتهى البساطة حاجة اسمها يعني إيه بقى الكلام ده يعني بمنتهى البساطة بشوف أنت سيادتك في آخر 24 ساعة أكلت إيه قد إيه أكلت إيه قد إيه آخر 24 ساعة طيب يبقى ده كده بالنسبة للسيرفي إنما الشيت مرة تانية الشيت على مستوى الشخص الواحد السيرفي على مستوى المجموعة السيرفي الأكل للتاكل عدد أو كمية ونوع إنما الشيت أكلت إيه بس خلاص وقدير كل واحد وفي نقطة مهمة جدا كمان إنه عندنا حوار الـ 24 ريكول ديت دي مهمة جدا بيحبوها في الـ MCQ يقولك الـ 24 أو الريكول ده في الشيت ولا في السيرفي طيب لا في السيرفي طيب إدائكت أخبارها إيه زي ما انت فأنا أول حاجة history taking وبعد كده clinical picture أشوف أخبارك إيه اللي اسمها clinical examination وبعد كده حاجة اسمها laboratory اللي اسمها biochemical أحيانا اللي هي الحاجات بتاعة المعامل اللي هو صلوة الدم والكلام الحلو ده وبعد كده حاجة اسمها anthropometric measurement وأعتقد قلتها بالتفصيل في فيديوهات منفاصلة أو سابقة يعني لما كده بنتكلم على حوار الجيم أو ما بتوح الجيم يجي حد بالمتر كده ويقعد يقس كل حاجة في جسمك طيب ناخدهم الأول إيه واحد واحد طيب ناخدهم بقى إيه واحد واحد أول حاجة history taking history taking social economic نفس الكلام سيادة غني فقير ما ده يفرق معايا في الأكل تاكل كويس ولا فاكرين السيرفي اللي وديت الـ survey برضو بنعمل حاجة شبهه وبعد كده بجي تطمن على GIT symptoms هل كان عندك فيه مثلا ديارية كان فيه ترجيع كان فيه أي حاجة من الحاجات دي على مدار أسبوعين أكتر من أسبوعين سيادتك أبقى عارف كان نموكي وعندك مشكلة في التخزية ودي مهمة أو حوار الجيت symptoms ده طيب وبعد كده بشوف لو أنت سيادتك بتاخد أدوية معينة لأنه بمنطقة البساطة أنت لما بتاخد أدوية كتير معنى كان الجيت بتاتك هتبوز ولما الجيت تاتك سيادتك هتبوز أو عندك مثلا كونك دزيز فبرده الجيت ايتي هتبوز لما الجيت الجيت ايتي هتبوز الدجيشن يبوز والأبسوربشن بعدها يبوز وبناء عليه يبقى سيادتك حتى لو بتاكل كويس مش هيبان عليك هتبقى عندك مشكل في التخزية طيب برضه في عندنا السيكاتري في ناس بيبقى عايشة في استرس والكلام ده كله فبمتها البساطة مش هتبقى بتاكل مش هيقفاضي أن هو يأكل زي حالتنا كده كده احنا عندنا امتحانات مش تفرق؟ اه طبعا اشهر حاجة يقولك بالعيان بعد العملية بيبقاش عنده ما بيبقاش عنده شهية ان هو يأكل متجمعها في كلمة نسمة الان ودي مهمة اول ما بيجي لك العيان تشوف كده اخباره ولسه اينا عليها دواتي حالا واحد عنده هيأكل طيب بعد كده نسمة حرف ايه ايه اي دي ايه حكاية اي دي اللي احنا نتكلم ايه دواتي هنتكلم على امراض كل مرض فيهم بيبقى بسبب ديفيشنسي في فيتامين معين وبناء عليه هعرف انت عندك مشكلة في الاكل ما انت عندك العرض الفلاني او المرض الفلاني اللي ناتج عن ديفيشنسي في الايه في حاجة معين فالاي في عندنا حاجة اسمها البيتت سبوتس والبرايتنس ودول بسبب الفيتامين بي ديفيشنسي وعندنا الفاستوريزيزيشن والنيت ودول بسبب الفيتامين ايه ديفيشنسي طيب بعد كده عندنا حرف الاس في نسمة هيبقى حاجة اسمها الاسكن بتيجي تبص على الاسكن لو لقيت عنده في الاسكن جلده باهت قوي فيه نقط حمراء صغيرة في بليدينج نفس البوينت عندنا بسبب حوار برضو ديفيشنسي في البيتامينز عندنا نسمة عندنا حرف الام ماسكولوسكليتل لقيت مسلا عنده اللي عضل بتاعته رايحة خالص يبا ما بيكلش بروتين كويس واحد ما عندهش عضلات ما احنا متفقين اصلا بادي بيلدينج معاناها بروتين طيب نسمة فيها حرف الاي حرف الاي في كلمة نسمة الابدومن جيت تبص على الابدومن اللي قيت فيه سيرجيكالسكار ما انا كان هو عامل عملية عامل عملية عنده الابيطايت وعي بيكلش فبتاهب عنده مشكلة في الاي في الاكتب ده غير انه ممكن يكون سيرجيكالسكار دي اصلا بسبب عمليات العلاقة بيه التغذية طيب بعد كده دي حاجة اسمها لابدومن بمنتهى البساطة باشوف الابدومن والهيموجلومن طيب باشوف الابدومن والهيموجلومن ليه والله الهيموجلومن بمنتهى البساطة انت بتتكلم عن واحد عنده انيميا الف باء ده ده اصلا اشهر مرض عندنا في المصريين والقلب ومنع عشان خاطر حاجة اسمها البيم وش رحطها برضه في فيديو قبل كده البيم واحد عنده نقص في البروتين وكان مرادين مشهورين جدا كواشيركر ومراسمس هتاخدهم بالتفصيل ان شاء الله في الاطفال السنة الجاية وبعد كده يقولك كمان بنقيس بقى الفيتامينز اللي في الدم موجودة أو لا المينرالز نفسها موجودة أو لا فقالك الفيروتين حديد اليتينول فيتامين اي الكالسيوم فيبدأ يقسل الحاجات دي نفسها طيب نيجي نبص نلاقي بقى كده حاجة اسمها الانتربومتريك وهنا بقى الجلام المهم بتاع الامسي كيو كل الفات ده كان يعني طبع رعك شوية نعم الانتربومتريك بيحبوها اوي منطقي اول حاجة بشوفها حاجة اسمها طولك وعرضك ده الف فلما جاء بص الاقي انه بيقولك ايه خلي بالك ان الويت لص لو زاد يعني نقص وزنك لو زاد عن تلاتة كيلو في اخر تلات شهور يبقى لازم اروح اعمل الانفستيشن لازم ما هشوف الاخبار ايه طبع ما زادت اكتر من تلاتة كيلو في اخر تلات شهور الرقم متهالي اوبر شوية بس اه ماشي مش مشكلة بعد كده تيجي تبص يقولك ان في عندنا حاجة اسمها لو جيت ابص على العائل الصغير بنعمل حاجة اسمها جروس شارت وش رحتها برضو فالجروس شارت لما نيجي نبص عليه لو جيت ابص كل مسلا شهر جيت تزورني كطفل واشوف طولك اخبار ايه وعرضك اخبار ايه او وزنك اخبار ايه ولقتهم بيزيدوا في حاجة اسمها يعني احط نقاط ووصل ما بينهم فلما جا وصل لانه نقاط بتطلع لفوق يبقى انت كده حلو بتجبر انما لو تلك يبقى انت كنت تكبير وبتخس كنت تدخين وخسيت فالرقم ينزل لتحت طيب فانا عايز يبقى لفوق مش لتحت حاجة اسمها ودي اهم بكتير بنشوف وزنك ساتك دلوقتي كام مثلا خمسين كيلو على الطبيعي في سنك دلوقتي وفي طولك ده المفوض ان الواحد يكون وزنه كام ساي مية فخمسين على المية بخمسين خمسين على المية قصد يصري نص نص في مية بخمسين في المية فانت كده بتاعك خمسين في المية طيب يقولك بقى هنا يديك بقى شوية بقى ارقام بقى يقولك ان النورمل يكون عنده حاجة اسمها مية في المية من الابي دابليو طبعا الابي دابليو بمنتهى البساطة اللي هي البرث ويت فبمنتهى البساطة هو بيقولك هنا لو انت سيادتك زي ما نفرضنا كده الابي ديال بيرث ويت نفرض انهو مية لو سيادتك وزنك تسعين او مية وعشرة فانت نورمل طيب 90% بص انت بتقلله عشرات بس فمية تسعين تمانين سبعين خلاص طيب نجي نبص مية نورمل زودت عشر او قالت عشر بقى انت نورمل ميلد نوتشن او ميلد نوتشن ان سيادتك يكون تسعين في المية يعني ايه تسعين في المية يعني نجي نبص المفهود الايديال مية ميت كيلو لو انت سيادتك بقيت تسعين تمشي تبقى انت كده ميلد نوتشن فلو بيت حتى تمانين كيلو تمشي ميلد نوتشن طب ومدرت مدرت لو بيت سبعين خلوك حتى تحفظوه حتى برقم القليل بقى اشرخامة من كتاب الاسم فخلوها مثل مية تمانين سبعين اقل من سبعين ولو اكتر من مية وعشرين تبقى اوبزيتي وخلي بالك عشان دي برضو بتيجي في الامتحان كتير والاهم منها البادي ماس اندكس بيجي كتعريف كقانون ان هي البادي ويت على مربع الهايت او الارتفاع الطول ومهم اوي كمان الكيلو جرام والمتر احيانا بيجيبولك مثلا بالسانتي وترجع تحول انت بالمتر طيب نقسمها بقى لإيه بقى برضو نفس الجدول برضو جدول كده صغير يقولك اول حاجة نورمال بادي ماس اندكس خمسة وعشرين طبعا زود سوري خمسة هيبقى اوفر ويت تلاتين زود كمان خمسة يبقى خمسة ويتين يبقى اسمها مودرت اوبزيتي زود كمان خمسة يبقى اربعين ده سيفير اوبزيتي اكتر من اربعين يبقى اسمها مربد اوبزيتي ولو قال من طمانتاشر ونص يبقى انت كده عندك مشكلة في التغذية بعد كانت كلمة حاجة اسمها ايه بقى حكاية والارم سيركن فرانس وإيه الفارقنا بينهم بصوا انا هنا كان معايا صورة اعتقد ايوه مش عايب بها هتبانوا علاقة ما اعتقدش هبان قوي وممكن تبانوا بكسلها بس اللي هو هنشوف بس اخبارها ايه الاسكين فولد ثيكنس هو المنظر ده بمنتهى البساطة بتقوم عاملة زي الارثة اللي هي ارثة محترمة اللي هي بتجيب الجلد كله دي الارثة المحترمة دي اسمها اسكين فولد ثيكنس فهي دي بتقيس الفات وطبيعا الفات زيادة عند الفيميل عن الميل فالرقم بتاع اسكين فولد ثيكنس بيكون نورمل بس كبير عند الومان يبقى تقاتين ميلي انما عند المان يبقى عشرين ميلي طيب الارم سيركنفرنس بقى لأ ده انا بجيب دراع سيادتك واقوم لافف المتر على الدراع كله مش بشد حتة كده واقسها لأ الدراع كله مرة واحدة ارم سيركنفرنس وطبيعا ان انا كده بقيس السكين والفات والبروتين وطبيعا ان العضلة تبقى اكبر عند الرجالة فلما اجا بص على الرقم ألاقي نورمل بس اكبر عند المان ألاقيه التسعة وعشرين بوينت تلاتة انما عند الفيميل تمانية وعشرين بوينت خمسة وفي الشايلد اللي اتنين تلتاشر بس اخلي بالك الاسكن فولد ثيكنس انت بتشير حتة من السكين صغيرة فمن الميلي انما الارم سيركنفرنس ده انا بلف حاجة على دراع كلها فبالصانتي ودي مهمة طيب في عندنا حاجة اسمها تراي كالرد ميجورينج ستريب ودي برضو بيحبوها معناها سهلة يعني كل اللي بيحصل كل اللي بجيب دراع سيادتك والف عليه حاجة زي المتر برضو بس ملونة ولما اجابص قليل ان دراعك ودي لون اخضر يبقى انت كده بتاكل كويس حتى لوان اشارة الملعادية اللي اخضر ده حاجة كويسة امشي امشي من عند منعيدة انت زال فل يالو لا استنى شواش انت مدرت مال نورشت ولو رد يبقى انت لأسف سبير مال نورشت وتقوم لف عليها برضو المتر ودي مهمة عشان البرين جروس طيب ما طبيعي هو ايه اللي فوق صناكة البرين ولو الشيست سيركنفرنس مهمة عشان اللونج طيب شكرا المهمين عندي بقى الويست سيركنفرنس والويست هب ريشو الويست سيركنفرنس عند الراجل مية وعند الفيميل تسعين طبعا ده النورمل اكتر من كده يحصل في عندنا بقى اتنين ريشو مهمين جدا واحد اسمه الويست هب ريشو والجلوتيو فيمرال هب ريشو ليه مهمين واحد فيهم اندكيت السنترال اوبيزيتي والتاني اندكيت البريفرال اوبيزيتي يعني ايه بقى كيميتين دول برضو للاسف مفروض ديكات تبقى وضح من كده مش عارفة تبقى اضحى لا المنظر الجميل ده اللي هو بتاع التفاحة ده اسمه سنترال اوبيزيتي وده بيحصل غالبا مع الرجال اكتر والمنظر بتاع الخ Henriotta اللي هو بتاع البير شاب ده اسمه ده اسمه وده مع الفيمية الاكتر الويست هب ريشيو ده بيقيس السنترال اوبيزيتي انما الجلوتيو فيمرال ريشو ده بيقيس البريفرال اوبيزيتي وبيحبوها عشان وبيحبوا برضو ارقام بتاعتها في المان اكتر من 1 سنطي وفي الفيمية الاكتر من 9 من 10 سنطي طيب انما في الجلوتيو فيمرال ريشو هي مش غلطة هو مفروض يكون اقل فالوستهب مع الاكتر يبقى انت بزيد اي حاجة اكتر بزيد اي حاجة اكتر بزيد اي حاجة اكتر انما في الجيوتي وفي مرة الرشو لا لما الرشو يقل عن رقم معين تبقى سياد تكتخين او سياد تكتخين وفي الاخر بيقولك ان احنا ممكن نعمل اي مرأي واسع قوي بس ممكن تعمل سيتي و اي مرأي عشان تشوف الفاتذة نفسه اخبار اي وده غالبا لما يكون واحد عنده اصلا مشاكل وعمايات اكتر من كده بكتير يعني الصورة دي اصلا ما فيش فيها حاجة قوي يعني غير من هي فكرة انه اللي ما تيجي تقيس الشيست بتنقي اكبر عرض للشيست يعني اكبر مكان في الشيست كعرض تقيسه في الويست الوسط بتقيس اللي هو اقل لحاجة ولما تيجي في الهب بتقيس برضو اوسع حاجة للهب بس يعني ما هيش مهمة قوي يعني في حاجة طيب نيجي بعد كانت الكلام عن حاجة اسمها الاس جي ايه بمنتهى البساطة دي بتقول لك ان انت بتغزى كويس ولا متغزاش كويس لو قدت لك ايه يبقى انت لو دتك بيه يبقى انت لو دتك سي يبقى انت منطقية طيب اعرف ازاي بقى في الام سي كيو لو جيت قلت لك ان هو كل حاجة تمام يعني ايه كل حاجة تمام يعني وزنه كويس بتاعة الارجن بتاعته كويسة او اقول لك كلمة مينيمال يعني ام اقول لك كويسة ام اقول لك مينيمال بياكل كويس بيمتص كويس او مينيمال يبقى داسمه كده ايه والنورشت طيب لو قلت لك في عنده من غير كلمة مينيمال يبقى كده مدرت ولو قلت لك اكتر من مثلا الفانكشن بقى كان بايزة وزنه كان بقى بيقل خلاص بقى انت كده يعني انت بتحفزوه حفزوه بزكاء لو قلت لك ان كل حاجة نورمل او مينيمال يبقى انت لو قلت لك ان الحاجات فيها ايه لو قلت لك ان الحاجات فيها يبقى انت كده مدرت وفي السفير لو انا قلت لك اي حاجة فوق يعني حاجة تانية او سيك من يبقى انت كده خلاص لان انت في المدرت انت عندك بس إنما الفانكشن شغالة كويس والوزن شغال كويس كل حاجة تمام إنما مشكلتك بس طيب نجع ايه كان الكلام هنبقى العنوان المهم الكبير الديتتك اللي خصنا احنا بقى كده كده اللي هو الاكل اللي تاكله انت عياني فيديك طبعا بقى الامراض كامثلة ويقول لك كل مرض مفروض تاكل معا ايه طيب اول حاجة بمنتهى البساطة هنتكلم طبعا بقى عن مفروض ان الاكل يكون مناسب طبعا بقى للأعراض ويكون الكلام في الفاضي خلص انا هم حاجة عندي حتى ممكن نحشوم اصلا في حاجة بسرعة بسرعة كده عشان تريد ساهل عايكو شوية يقول لك ما هي المشكلة مع الاكل اللي هو بتاع الامراض ده ليه الناس ما بتحبوش او ما بتاكلوش او بقى في معام مشاكل المنتظر بساطة متجمعها في كلمة اا اا اديب حاجة كده عاملة كده زي ما قلت لك ليه ما تقرأش ليه مسلا تقرأ مسلا قصة مسلا لأديب او تقرأ رواية ليه تقول ليه لا انا عايز العب مسلا فأديب يبقى عندنا اول حاجة حرف الايه الابتايت ده الالف بقى هل احنا بنبقى حابين الاكل بتاع المستشفى لا طعم بقى وحش طيب بعد كده عندنا أديب حرف الدال حاجة اسمها صعب ان هو يتعامل مش اكل سهل بقى لا بيتعامل بطالية معينة عشان خاطب ده اكل معين للناس العينة وبعد كده عندنا أديب ممكن نقول بسا حرف غالية اه طبعا الاكل ما بيتعامل مخصوص ده بيبقى غالي وبعد كده عندنا أديب حرف الباق هتبقى حاجة اسمها balance unbalanced يعني ايه يعني بمنتهى البساطة انا مثلا كعمر ببقى عايز اكل شوية جيلي وشوية روز وشوية مش عافيه انما تيجي تبص على الاكل بتاع المستشفى مبدئين بتلاقيين منوتونس يعني هو نفس الاكل بتاكل عطول بتتغيرش ببتغيرش الاكل هو نفس الاكل او هما اكلتين وخلاص ولما اجي بص على الاكل الاقيه مش مثلا فيه شوية كده وشوية كده وشوية كده هو نفس الحاجة استنبه وخلاص ونتهى الموضوع على كده طيب requirement of dietic لما نيجي نبص كلام برضو في الفاضي اولا لما تكون سيادتك محتاج balance diet لما تكون سيادتك محتاج ان الاكل يكون احنا محتاجين الاكل يكون الى حد ما alternative طبعا كلمة balance تاني للمرة تانيش انت بس واضحة قوي بالنسبة لك عشان احاس انها موضحتاش كفاية balance diet المفروض ان احنا انت فاين ان فيه عندنا بروتين وكربوهايدريت وفات للاسف لما بتيجي سيادتك تاكل اكل عشان انت عيان بيبقى مسموح لك اكل معين وممنوع من اكل معين فالاكل المسموح لك دوت بيبقى غالبا مفتقد حاجات زي الفات بقى والبروتين والكربوهايد انعرف الناس ان هما لازم يكل اكده عشان خاطر يخفوا والكامل اللي عبيد ده كله ويجي يقولك في نقطة رقم 6 ودي مهمة جدا يقولك في حاجة اسمها diet sheet تاني diet sheet يلاقونا عناية من شوية قبل كده طيب بعد كده يكلمك عن حاجة اسمها بقى الhypertension الcoronary artery disease وبقى كده يكلمني عن الفيفر والانيميا والضايبيتس مليتس ويبقى كده خلصنا من الشابتر اول حاجة الhypertension الف بقى كده في الhypertension يقولك النازل بنعمل حاجة اسمها dash diet مصطلح كده اسمه dash احنا اخد برضو مصطلح تاني اسمه dots وحنا بنعالج الاتي بي فdash diet ده عشان خاطر نعالج مين الhypertension يجي في الhypertension يجي في الhypertension يجي في الhypertension يجي في الhypertension طيب ادي له ايه بقى انا والله ادي له fish oil ادي له omega 3 omega 3 ده اصلا كلنا نتاقل بناخد عشان خاطر الميموري والكلامين الحالو ده انما يقولك خلي بالك بقى وعلى فكرة يعني لو هنتكلم في انه اقدر حاجة effective الfish oil omega 3 ده ما ابدأ اياه كده خلاص عشان جيالك في الhypertension وده دقيقت قبل كده كزيرات عندنا في المحاضرات في يعني في الصولي في الراوندات فممكن تيجي عند اي حد فيه كسؤال طيب ومنما يقولك في حاجات تانية ممكن تساعد اه فيه بوتاسيوم فيه كالسيوم فيه ماغنيسيوم فيه فايبر والحاجات دي بتساعد انما الاساس fish oil واميجا 3 طيب كويس يبدأ يقولك بقى على الاكل اللي فيه الحاجات دي مبدأ اياه الف بقى بصوا دي الف بقى اي حد عيان ما اسموح لياكل خضار وفاكهة بس فيه مرض واحد بس بيعمل restriction شوية على الفاكهة انما خضار وفاكهة عيش فليه خضار وفاكهة فيهم كل الحاجات بقى الحلوة بوتاسيوم ماغنيسيوم فيه كل طيب العصاير اخبارها ايه لا وحشة ليه وحشة العصاير هي نفسها الفاكهة انها متشال منها الفايبر بتاعها يعني ايه الفايبر المفوض فيه حاجة بنقعدنا كلها مثلا في المنجا الخيوب بتاع المنجا دي فايبر دي حاجة بتاكل العصاير المفوض بيكون متشال منه الحاجات دي فبالتالي ما بيبقاش فايبر فلما شيري الفايبر دي انا عايز الفايبر الفايبر كان حاجة كويس من ضمن حاجات اللي كانت ممكن تقلل البلد بيش فبيقولك الجوز مش مخضر قوي طيب بعد يقولك الناطس اللي هي بقى الناطس طبعا السيدزي اللي هي بزور الكتان الناطس اللي هي المكسرات اه اعتقد المكسرات اللي جمز واللين دي المفوض اللي ميتس دي المفوض اللي هو اللحمة لمنزوعة الفات يعني بتبقى لحمة كده وبيشير منها الفات بتاعها دي اللي هي البقليات بولتري ده اللي هو الفراخ بتاعت اللي هو الفراخ العادية الفراخ المحمراء العادية معناها برضو الحليب منزوعة الدسم اللي هو منزوعة برضو الفات دول الحاجات اللي هي كويسة الماغنسي طيب بعدك يقول لك بقى the most effective single non pharmacological approach to control blood pressure هتقول له the weight reduction نازل وزن لو تلك the most single effective اكلة تقول لي فيش oil ووميجا ثري لكن لو تلك most single effective was kit تقول لي weight reduction طيب بعد كده يكلمك عن الداش بقى يقولك كده 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 في الداش لك مبدأين كده الداش مبني على ان احنا بنكل بوتاسيوم وكلسيوم وبنقلل من الصوت والسويت بنقلل من حرف اس او بمعنى اد من الفات. فانت ستك بتقلم الفات وتقلم من السم. بس. ونزود من ايه? بوتاسيا مكالسيا ممتنسيا. ده الداشة. ده اختصار كده الداشة. طيب. الداشة ده بقى كويس يعني لزيز? والله يقولك بص هو هيطلب منك شوية حاجات تم النقط كده. وانت وشترتك بقى. ستة اربعة اتنين. ستة من ايه? من الحبوب. براحتك. من الرز والكلام ده كله عيش. اربعة من الفيشتابولز والفروتس والناطس. مش. اتنين من حاجة اسمها الميت. الفات. اللو فات. الايل. ده كلهم اتنينات. واختر حاجة. السويت. اقل من خمسة سيرفنج في ايه? في الاسبوع. كل الفات ده كانت باليوم. انما السويت في الاسبوع. وطبعا يعني مش محتاج اقولك حاول تمنع طبعا خالص الملح. طيب. مش. لانه الملح بيعمل حاجة اسمها سولت. هنت عارفينها بتزود ايه? الضغط وبطلع لك فيه ليلة كافة بس مش هنخش فيها يعني. طيب. يبقى كده لما اتكلم عن اقول داش. اخبارها ايه? الحكاية دي كلها? اهم حاجة اهم اكلة والفش اويل. وخلي بالك ان انت بمنتهى البساطة في بتاخد ستة اربعة اتنين. ستة من اربعة من والفشتابولز واتنينات من ايه? من ايه حاجة علاقة بالفات والميت. اخبارها ايه? اخبارها ايه? اقل من خمسة كل اسبوع مش كل يوم. وممكن يقول لك مسلا اه ممكن يقول لك كل دول نفس الكلام. يقول لك طبعا في عندنا حاجة اسمها اله دي ال اللي هو واحنا عارفين قصلا ان اله دي ده المفروض ان هو ده طيب. اما البقين كلهم شرين. فده الوحيد اللي احنا عايزون يبقى كتير. فلما يقل يعملنا مرض. انما البقين عايزون يبقى قلالين فلما بيزيدوا يعملنا مرض. طيب. الارقام بتاعتهم حفز? اه يعني. اه. للاسف هي لحد ما اه. طيب. نيجي بقى نتكلم عن حاجة اسمها الاستراتيجية. ايه الاستراتيجية بتاعتنا بقى? هنعمل ايه زي اعملنا كلها في الهايبرتنشان? احنا كلنا عملنا ان احنا زودنا من البوتاسيوم والماغنسيوم والحاجات الحلوة دي كلها والفايبر وقللنا سوديم بقى قللنا السم. انما في الكوني الارتزيز بمتهى البساطن عايزك تضرب على قد ما تضرب فيش تابلز وفروتز. نفس الكلام والجرينز نفس الكلام. فش جديد نفس الداشة. بس عايزك كمان تستخدم حاجة اسمها كومبليكس كاربوهايدريت. ايه ده? يعني ايه بقى الكلمة دي? في عندها نوعين من الكاربوهايد. سيمبل وكمبليكس. امتى اختق استخدم كومبليكس وانت استخدم سيمبل? سيمبل ده واحش فابنستخدموش خالص. ده اللي بيتاخن اصلا. ليه? بتقوم سادتك واكله معاديتك بتقوم هضمه بسرعة وتحس نجعين فتاكل تاني. انما الكمبليكس حلوة ان هو بيخش يملى بطنك. ويحصله دهشن متأخر شوية. وطارك طاقة كويسة وزيل في قوله كل حاجة تمام. يجي يقولك برضو خلي باقي ان انت محتاج بروتين. ما جبناشي حاسية بروتين خالص. في الهيبرتنش. انما في كونة الارتزيز انت محتاج بروتين. محتاج هاي كان بروتين. طب والفات محتاجه. والله يبص يعني ها حاول تسيطر عليه. يبقى ويفضل يكون اصلا لو وينفع. يعني لو تعرف تخليها. خليها دايما الأفضل من طاقة احنا عندنا اصلا ما فيش حاجة هسمها. اه عندنا اما مونو ساترييتت ايا اما بولي انساتريرتت فاحنا يفضل. او مونو ده اقل تفضيلا يعني طيب. ليه برضو نفس البوينتatan ساترييتنا. نفس البوينت على ال. يعني انا مش علي دخلكو في اقلي نفس البوينت بتاعت الايه. بتاعت ال Protestativeات. حتى ممكن احطلكو في التفصيل تحت بالتفصيل لو حد يعني حاب يطلع عليها كفكرة. طيب يبقى انا حتى الان كده في الكورونيورتيز بمنتهى البساطة عشان نجمع الدنيا انا محتاج بروتين كتير وفاة قليل وفي نفس الوقت خلي بالك ان انت في الكورونيورتيز براحتك زي ما انت عايز ومنساش كومبليكس كاربوهيدريت طيب في لسه حاجات تانية اه طبعا بقى الحاجات بقى البيزيك ها السولت اخباره ايه? احنا كنا في الهايبرتينش بقلل السولت قليله هنا كمان مش مشكلة قليله خالص اعدمه طيب الكوليستيرول يا راجل الطاق الله ده عنده ده اللي واحد ما يعرفش اي حاجة يقولك قل الكوليستيرول عشان تقلبك واجعك ده الف بقى طيب السيرفنج نفسها يعني اه النهاردة مثلا هاكل دوقتي مثلا غدا او هاكل دوقتي واجبة احط في الاجبة دي ايه بقى? اتنين طن اكل ولا حط شوية اكل صغيرين اكل صغيرين لك افضل. وده اصلا بيزك برضو بشكل عين. بتشرب مياه كتير? اه اشرب مياه كتير. طيب ليه اشرب مياه كتير? ومنتهى البساطة اشرب مياه كتير لانه يعني الشرب بيخليك تشبع نسبيا الشرب بيبقى كويس عشان خاطر الخلايا بتاعتك اللي بايزة ولا حياتها حالة. وفي الناس اللي بيديك طاقة. بس. فاشرب كتير مش مشكلة. طبعا ايه وره اقول لك حط فيها سبايسي. الامراض غالبا بتبقى بتمنع الحاجات اللي هي الحرقة. انما هنا بيقولك ماشي. حط سبايسي. فيش مشكلة. بس طعم يعني بالهداوة برضو. مش كتير. يبقى حتى الان الهايبرتينشن فرقه عن الكوروني الارتو ديزيز. ان الكوروني الارتو ديزيز بنحط مع كوملكس كاربوهايدريت وبنزود بروتين. طيب. الدايبيتس ميليتس. الدايبيتس ميليتس بمنتهى البساطة. بيقولك خلي بالك. احنا فيه عندنا اكل. هتبدى عنه خالص. واكل كله بس خلي بالك. واكل كله براحتك. حلو كده? طيب. وبعدها يقولك الطايب وان ديزيز ميليتس ليده شوية كده نقط كده عايزين نتكلم فيها. اللي هو اللي علاقة بالانسل. ده ما يتجمعين في مسلس. اللي هو بتاع طايب وان ديزيز ميليتس. اللي هو من الاول عشان نخلص منه. اول ضدع في المسلس اللي هو وجبات اللي ساتك بتاكلها. يبقوا ثلاث واجبات. بيتاكلوا في معات سابت. وتحط فيهم محتوى الى حد ما سابت. وتاكل سناكس في النص. والسناكس دي برضو تكون ده محتوى سابت. الى حد ما طبعا. تاني ضلع الوزن. اخباره ايه يالي? نحن قلنا ان دي اصلا اهم حاجة في الهايبرتنش. فالوزن هو مهم في كل حاجة. قال للوزنك ايا كان. قال للوزنك وخلاص. طيب. والضلع الاخير. الضلع الاخير الاكل نفسه بقى اللي بيتاكل. تاكل كومبليكس كاربوهايدرات بدل سيمبل كاربوهايدرات. تاكل انساتوريتد بدل ما تاكل ساتوريتد. بس كده. طيب. يبقى كاعدها مسلس تاعت اضلع. الوجبات نفسها. الاكل نفسه اللي بيتاكل. والويت اخباره ايه? دول كده بتوع الايه? طيب. ايه الاكل اللي انا اكله براحتي? والاكل اللي ممنوع اكله. وفي النص تحط بقى اي حاجة بقى تيجي في دماغك. اي حاجة ما مقولش عليها تبقى ايه اكل مسموح لك تاكله بس تخلي بالك. الاكل اللي انت ممكن تاكله براحتك. هو لما تيجي سيادتك تقول لي اي حاجة مفيش فيها فات. ومفيش فيها كاربوهايدرات. مفيش فيها شوجر. او الفيشتابول. فكلا ما قلت لكم ان انت مسموح لك تاكل الفيشتابول فروتس عادي براحتك وفي اي مرض معادة مرض واحد هيبقى فيه شوية على الفروتس هو ده لانه معروف ان الفاكهة فيها سكر. فبالتالي معلش يعني ماشي اضرب براحتك خضروات. واضرب براحتك اي لحوم مفيش فيها فات. واي مشروبات مفيش فيها سكر نهائي براحتك. طيب ايه بقى الاكل اللي ممنوع سيادتك تاكله غير قصة الفروتس وايه بالضبط في الفروتس اللي ممنوع يتاكل. في الفروتس الكاند فروتس. دي بتبقى الفاكهة بيقوموا مع طعنها وحطنا في ميتها وبيحطوا عليها كمان مواد اه حافظة بمسكرة بالزيادة ويحطوها في معلبات. ودي خطر جدا. بسكر فيها مركز جدا. دي ممنوع. ولك كمان ممنوع انك تاخد حاجة اسمية الديتس طبعا للطمر والفج اللي هو شجرة اللي هو التين. الفج ده اللي هو التين. طيب دول كده ممنوعين. في حاجة تانية ايس كريم بزمتكو ده ايه الكيكس. الديزرت. الجيلاتين ديزرت. الشجر. السويت. الشوكرة. الهاني. كل ده مسكر. كل ده ممنوع. طيب الفات. الملك. ده كده فيه فات. طيب الفاتي ميت. نفس الكلام. السوسج ودي ممكن تبقى تركاش ولا وجدت في الامسي كيو. ده برضو بيقى مليان فات. فبا انتهى البساطة المجموعة بتاعت الفات والسكريات اي حاجة فيها فات وسكر ممنوع. وانا قلت الكاند في فروتس دي ممنوع. وقلت كمان الديتس والفيج. وطبعا الديتس كتمر. والفيج ككتين. دول اصلا اه فاك. ودول برضو ممنوعين. خلاص. مناعم تاما. في المدرت اي حاجة تانا ما قلت هاش. بس خلي بالكم مهمية جدا في الامسي كيو. حاجة اسمها فات فري بسكويتس. وانا قلت قبل كده فات فري دي براحتك. بس قلت لك فات فري ميت. لحوم. ما قلت لكش بسكوتات. فالفات فري لحوم دي تاكل براحتك. انما فات فري بسكويتس خلي بالك. ومكارونا بقى وبتعلق خلي بالك. طيب وكبان انا قلت قبل كده ان الفروتس الكاند ممنوعة. انما الدرايد والفريش ماشي. خلي بالك. مع عدد ديتس والفيج. ده ممنوع نهائي. اللي هو التمر والايه والتين. طيب. بعد كده نتكلم على الانيميا. الانيميا بمنطقة البساطة هو هنا بيتكلم على نوع معين في الانيميا اللي هو عندك مشكلة في الحديد. في قدك انه مبدئيا كده الحديد افضل السورس ريه والسورس الحيواني مش النباتي. ليه? في عندنا حاجة اسمها البايو افرابيليتي. يعني ايه بايو افرابيليتي? بمنطقة البساطة بايو افرابيليتي معناها لو انا دلوقتي جبت لك حاجة فيها اه ميت اه جرام مسلا حديد. سيادتك هتمتص قديم انه. هتستخدم قديم انه هتستفاد من قديم انه. والباية يتمين في الزبالة. فالبايو افرابيليتي في الانيميل برو دكت اللي فيها حديد اعلى. سيادتك بتاخد جزء بتاخد تاتين في المية. يعني لو هم مسلا مية بتاخد تطين منهم. انما في البلانت بتاخد واحد في المية. يعني حتى لو جينا نبص على البلان وان biggest البلانت ماشاء الله فيها مسلا متين تلتمية من هاخد واحد. انما لما جينا جيناك ابص على حتى لو في مية في الانيميل نتنهاخد منهم تاتين. فطلعي بقى الانيميل احسن. طيب. بعدكان يج раньше يقول لك بقى ايه? هو اصلا الانيميل اللي فيها ايرني ايه? اللحم. هوه السمك بقى الشل فيهش طبعا ده اللي هو المحار تمام في ناس بتاكلوا حاجات الحلوة دي البيض ماشي البلانت بقى اللي فيها الايرن اخبارها ايه حاجة اسمها الجرين ليه في فيشتابول الجرين كمان او الفروتس حتى بشكل عام الفيج والديت اللي كمان بنا ماينفعش الابريكوتس اللي هو مش مش اعتقد طيب المواد اللي بتساعدنا على الامتصاص والمواد اللي بتمنع الامتصاص الايرن ودي اهم نقطة كامسيكيو المواد اللي بتساعدنا على الامتصاص فيتامين سي واي حاجة فيها اسد لك لمون مثلا الحمضيات الاسيد اتا اصلا بتاعت السمك هو اصلا بيمتص في الاسد العالي انما لو كان الدنيا الكالي ما يمتصش فالفيتامين سي واي حاجة فيها ايه فيها اسد طيب نجي نبص بقى على الحاجات اللي بتمنع او بتقلل امتصاصه متجمع في كلمة بسط فمت بسط فمت البسط فمت البسط اللي هي الباق والصاد والتاق والباق والسين والتاق يعني اللي هو البي هتبقى البي عندنا اول حاجة حاجة اسمها البرزيرفاتيفس المواد الحافظة وبعد كده نيجي نبص نلاقي حاجة اسمها السين اللي هي حاجة اسمها الكالسيوم ده الف باق خلاص الكالسيوم عندنا في مشكلة وعندنا كمان حرف تي حاجة اسمها التانين وده اللي موجود في الشاي وفي القهوة والحاجات الحلوة دي كلها وبرضو الواين طبعا ده الواين اللي هو الويسكي والحاجات طبعا اللي ازا دي كل الحاجات الحلوة دي كلها ده فيها تانين فدي كلمة بسط طيب فمت اول حاجة حرف الفاء الفيتيت والفوسفيت والفينول مجموعة دي كلها طيب ليه بقى؟ والله ما فيش بولك ان الفيتيت ده فيه فايبر والفايبر ده بيحول دون ان المصل بتاعت الاستومك او ان الاستومك كجدار يشتغل ويعمل ديجيشن بتاعه فبالتالي الايرن ويحصلوش ديجيشن فبالتالي مش هيمتص فنكمل للاخر طيب انما الكالسيوم نكمل عليه كان بيشتغل على الابسوربش يعني بيبوز الابسوربش انما الفيتيت بيبوز الديجيشن طيب والفوسفيت والفينول وحتى البرزيفيت في قبل كده دول بيعملوا سولت بيمسكو مع الايرن ويعملوا سولت فلما يعملوا سولت ما يحصلوش بقى انتصاص والحاجات الحلوة احنا عايزنا مايبقاش في ايرن نعرف استخدامه طيب فمت حرف الفاء خلصناه حرف الميم حاجة اسمها المانجانيز خلي بالكم ان هو مانجانيز ماشي مش ماغنسيوم بس كده بصت فمت يعني يمكن مش تحشاء رائع يعني بس انها كويسة وفي عندنا الجلوتين والجلوتين ده بمنتهى البساطة مشكلته ان هو بيلعب برضو على الابسوربش بمشكلته عندنا على مستوى الانتستاين الوول فبتائي بيلعب على الابسوربش فعندي كده الجلوتين والكالسيوم ابسوربش انما الفيتيت دايجيشن مهمة برضو اسبابهم عشان ممكن تيجي في الامسي كيو يبقى سؤال مسلا تركاوي ولا حاجة عشان خطر الناس الشطر في حالة الفيفر اولا اثناء الفيفر مبدأين طبعا احنا كده اصلا الفباء انا واحد عندي فيفر فعندي حرب بتحصل جواية محتاج طاقة فانا محتاجين كالوري طب محتاج بروتين اه لان سيادتك عندك في جسمك في حاجات بتتكسر وانت عايز تعود بناءها فانت محتاج بروتين طب محتاج فليود برضو اه لان سيادتك احتمال كبير جدا مع الفيفر يكون عندك زي ما اتفقنا حاجات بتتدمر كخلاية بتفقد الماء اللي فيها وممكن يبقى عندك كمان بليدينج وممكن وممكن فاسيادتك محتاج فليود محتاج فات يعني فرض ان انا فقدت فات محتاج فات مثلا هموت من غير الفات لا طبعا فالفات مش محتاج فانت بتزود كالوري وبروتين وفليود وبتنقص فات طيب فاحنا شغالين على هذا الاساس طيب يعني في الدايبيتس احنا اشتغلنا حتى نجمعهم حتى سريعا كده الهايبرتينشن كنت محتاج ان انا بقلل صوديام وصولت بقلل السم ومحتاج ان انا زود بوتاسيا وكالسيا وماغنيسيا وفايبر لما جاءنا نتكلم على الكرونيورت ديزيز حاجات العلاقة بالهارت اتفقنا ان احنا بنزود بروتين بنعمل نفس الحاجات بتاعت الهايبرتينشن انه بنزود بروتين وكمان بنستخدم الكومبليكس كاربوهايدريت في الدايبيتس ميليتس اتفقنا ان احنا بمنتهى البساطة بنستخدم كومبليكس كاربوهايدريت نستخدم انستخدم فات وبتبعد نهائي عن الفات ونهائي عن السكريات وما جاءنا نتكلم في الانيميا قلنا الانيميا بسبب الايرن فانا محتاج اير بس شكر وما جاءنا نتكلم على الفيفر فاحنا شبه شوية الكرونيورت ديزيز فاحنا محتاجين بروتين انها برضو طبعا كالعادة مش محتاجين فات وقلنا اخلي بالكم ان الحاجة الوحيدة اللي هي علاقة بالفروتس او اللي مش محبز فيها الفروتس هتبقى هي الدايبيتس ميليتس طيب نيجي بعد كده على مستوى الفيفر نستكمل وقالك ان المفروض سيادتك بتاكل واجبات صغيرة كل ساعتين ولما يعني شوية تلق تشد حيلك شوية بقى كل اربع ساعات تاخد واجبة وبعد كده نجي نبص ان ايك مثلا تاخد اربع واجبات في اليوم اللي هو العادي بتاعنا المفروض ايه ولما الفيفر بتخلص سيادتك برضو مطالب ان الاكل بتاعك برضو يبقى حاجات خفيفة عشان تلسة بتخف يعني لسة في مرفضة النقاها فجسة جسمك لسة بدأ يتعامل شوية فبطنك لسة بدأ تعمل درجيشن مش مطالبة سبايسي ما تنفعش يعني مستقبطنك عم مستقبل الابسوربشن وكل حاجة الفات ما تنفعش كومبليكس كربوهايدات ما تنفعش طيب ويقولك برضو الاكل اللي ممكن تاكله اصلا ايه فالاكل اللي ممكن تاكله اثناء الفيفر عشان الامسيكودي مهمة جدا فيه الجرول الجرول دي هي بتبقى عصيدة بس مثلا يسمعها عصيدة اللي هي رز بلمن بتاعنا يعني وفي عندنا بقى السيريلز اللي هي اللي هي حبوب الزراء حبوب الزراء المقاية anyway الملك والفروتس الحاجات دي كويسة ما فيش مشكلة منها لما سيتك بتخف نفس البوينت ممكن تاكل بوردش بوردش ده اللي هو حساء الشعير اللي هو برضو حسب منا متخيل اللي هو مثلا شربة بروز بقى مثلا او حاجة زي كده وبعدك عندنا يوجر طبعا اللي هي الزبادي بس ده اللي ما اسموح لك نتاكله مهمين جدا انت تحفظ دول ان دول بتوع الفيفر ودول اللي ايه ما بعد الفيفر عشان امسكيو بعدك ايه قولك اخبار كل حاجة بتتفصيل شوية الفلاود مش انت بحتاج تزاودها اه طب قد ايه معلش يقولي قد ايه وتشرب ايه بالزبط فقولك والله بص انت اهم حاجة وافضل حاجة تشربها هي الورانج عصير البرتقان ليه والله بيديك طاقة كويس وبيديك فيتامين سي وبس هيهل عليك الايرن يعني بيزبط الدنيا ده غير انه اصلا فيتامين سي ده مهم جدا عشان خاطر حاجة اسمها الاميونيتي انه بيلعب اللعبة الدور في الاميونيتي محترم فبساعدك في الحرب تارك تحت الفيفر وتاخد ايه تاخد ايه يعني كبات عصير كل تهات ساعات انا عمي في حياتي ما اشربت كبات عصير كل تهات ساعات بس اللي هو مش كب بوكين طبعا انا عنديش عصير برطقان ايه شرب حليب ايه شرب شربة دي بقى مشهوره اكتر ايه شرب شربة دي مشهوره جدا ايه طيب المهم في الاخر خلي بالك ان انت في الاخر بيقولك برضو ممكن تاخد جلوكوز انما مستحيل تاخد فراكتوس ليه نفس البوينج الفراكتوس صعب او في الهضم انما الجلوكوز بيتهضم بسهولة طيب الكالوري والفات اخبارها ايه انا محتاج كالوري ان انا مش محتاج فات فبالتالي يبدأ عن فات خلص ابدأ عن ايه حاجة فيها كلمة اويل طبعا زي ما تفنا الزيود دي بتبقى كلها فات ابدأ عن البتر الزبدة طبعا دي كلها فات الاكل بقى اللي هو بتاع المطاعم وكده ده برضو ما ينفعش كله تاخد جلوكوز للمرة التانية انها ما تاخدش فراكتوس او كرر في الكاربوهايدريت طيب البروتين برضو بزود بمعدر خمسين في المية عشان زي ما اتفنق بيكان في عندي تشو بتفقد فانا بعايز اكون تشو تاني فيتامينزو مينرالز ده بديه ده في كل الامرات تاخد فيتامينزو مينرالز براحتك وخلاص وده حاجة كويسة والكالسيوم والفوسفرس والصوديوم ودي اول واخر مرة اقولك خد فيها صوديوم لان احنا ما كنا منتكلم في الهايبرتينش كنت اقولك قلل صوديوم انها ما ما تكلم معاك في الفيفر بقولك زود صوديوم ودي فكرة ان هو ازاي تزاكل حاجات اصاب بعضها عشان لان ما تيجي في الامسي كيو لان ده سؤال امسي كيو مش نظري فانا ابقى عايز اعارف ان هو قال اللي في الامسي كيو مين من الحاجات دي بيحتاج فيها صوديوم تبقى انت عارف ان هي الفيفر اخر حاجة بيقولك ال البروبايوتك فودز البروبايوتك فودز دي من الاخر بتاكل بكتريا ايه اكل بكتريا ايه نعم نعم بتاكل بكتريا بمعنى اخر سياهتك بسبب الفيفر والحرب اللي حصلة فالبكتريا النافعة اللي كانت موجودة بجسمك ماتت فانعايزك تاكل اكل يديك بكتريا نافعة بد 보نا الضالبارة اللي Simone بايزة خلص ومش عارفين نزبط له حوار البروبايوتيك فود ده بنقوم مأكلم ستول ستول ساعتها بيبقى ستول ده موجود فيه بكتيريا من ضمنها البكتيريا النافعة اللي بتبقى موجودة طبعا يعني ده حاجة يعقاوي بس ده كان آآ تريتمنت ريجمن حاصل زماني يعني يمكن حتى الدواتي اعتقد ما عادش موجود يعني طيب البروبايوتيك فود بمنتهى البساطة الامساب تاته مهمة اللي هو الزبادي كلمة فرمنتد معناها عارفين اللي قولك ان مثلا مخلل خيار مخلل بتقوم جاي بخيار وتحطه في مياه وتسيبه شوال حد ما يعفن او مش بيعفن يعني حد ما يتخلل اي اي كال مهم كلمة فرمنتد معناها الكنسب ده على بعضه فرمنتد كابتش معناها ان نسيتك تجيب آآ مخلل او اللي هو الكروم وتعمله مخلل فرمنتد سويا بتجيب سويا دي حاجات بتتاكل يعني بتاكل مهم اقوى عشان الناس اللي عندها بتاكل حاجات السويا دي وفي الاخر في عدنا حاجة اسماها ودي اللي هو برضو مخلل للملفوف في بطر ملك بطر ملك ده اللي هو اللبن مش الحليب اللبن بس فدي الحاجات المهمة وبيحبوها اقوى الفيلم سيقولك مين من الحاجات دي اعتبر بلود بيوتك فود طيب في الاخر يقولك فيه اكل مفد يبعد عنو في الفيور ده يعني نحاول نخمنو اي حاجة فيها فات اي حاجة فيها فرايد لو اتكلمنا عن حاجة مثلا مش نضيفة يقولك يعني ملك مش مدباستر مش نضيفة طبعا اكيد لا اي حاجة فيها كاند كاند فروتس افصل اي حاجة اصلا كاندي ممنوعة اصلا بشكل او باخر اي كاند ممنوعة انما هتاخد بالك برضو ان فيه قولك الالكوهول وسموكينج يا راجل اه ممنوعة بسيطة الف بقى ممنوعة طيب لو قلتك تشرب قهوة وشيه مش احنا قولنا نشرب مية او نشرب في لود اه بس مش قهوة وشيه مش قهوة وشيه في الاخر اي قولك الريت بيف والفش والشيل فش ودي ممكن دول اخطر حاجة اللي ممكن متكونش اخدين بالكم منهم ان الحاجات دي فيها فات ويعني فيها كولستيرول والفات انت فعل قبل كان هو صعب في الديجيشن سواء هو او الكمبليكس كاربوهايدريت